What are you doing بؤلوس? I am looking at this beautiful tree بتفكرني very nice story Story? مين بيقول story? I like stories It's a nice story اسمها The Travelers and the Tree طيب tree يعني شجرة وجعرفينها يعني ايه بقى Travelers Travel يا بيزبي يعني يسافر ولما بنزود لها ER بتبقى مسافر وكمان S يبقى معناها المسافرون يعني الناس اللي بتسافر احنا عارفين طبعا ان بعض الافعال لما بنضف لها ER بتديني اسم الفاعل اوه زي كده ميك يصنع ميكر صانع بلد يبني بلدر عامل البناء سويم يسبح سويمر صباح رون يجري رونر عداء سهل جدا دي travel يسافر traveler مسافر والقصة دي فيها مورال مهم جدا انا عارف مورال دي مورال يعني مغزى اخلاقي يعني حاجة اخلاقية بنتعلمها when we read a story or watch a movie لما نقرأ قصة او نشاهد فيلم بنتعلم منه مورال درس اخلاقي what is the moral of the story بؤلوس it's important to give value to small things in our lives it's important to give value to small things in our lives يعني من الضروري ان احنا نعطي قيمة للاشياء الصغيرة في حياتنا ونلاحظ طبعا يا اصحابي في الجملة دي ان اول حاجة عندي كلمة lives اللي هي جمع life life حياة وجمعها حيوات اللي هي lives واحنا عارفين ان كل الاسماء اللي اخرها ف او ف اي لما بجمعها بحث في الف او الف اي واضيف في اي اس فعشان كده قلنا lives وكمان في حاجة مهمة جدا احنا هنا في الجملة دي استخدمنا التعبير اللي قلت لنا عليه miss ايمان في البراجراف it's important to give value يعني it's cifa to muster it's cifa to muster ده اسلوب بتاع جملة بنستخدموه كتير جدا it's important important هنا الصفة to give هنا المصدر انه من الهام النواطي it's important to give it's cifa to muster tell us this story بقلوس قلنا القصة دي بس الستوري دي فيها كلمات كتير جديدة لازم الاول نعرفها وبعدين نسمع الستوري miss ايمان hi kids let's read our new words وبعدها our story let's sit down and listen to miss ايمان دلوقتي حبايبي قبل ما نحكي مع بعض القصة بتاعتنا هناخد الاول اهم الكلمات والتعبيرات اللي هنستخدمها فيها في our story بس الاول ما تنساش تحط لايك للسيشن من دلوقتي زي ما بتقول سوسكا الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار اول كلمة عندي branch branch يعني فرع branch of a tree branch of a tree ياريت تقول ورايا حبايبي branch of a tree branch of a tree يعني فرع الشجرة shelter shelter مقوى shelter 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 مقوى يعني المكان اللي يقوي الكائن ممكن يستريح فيه او ينام فيه shelter 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 exhausted exhausted يعني مرهق يعني very very tired يعني اكتر من tired exhausted ولاحظ هنا حبايبي ان الage silent exhausted 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 trunk of a tree فاكرين طبعا trunk قلناها على خرطوم الفيل وكمان بنقولها على جزع الشجرة trunk of a tree trunk of a tree trunk of a tree faible faible يعني حكاية رمزية والنطق بتاعها سهل جدا عامل زي نطق table اللي هي ترابيزة هي برضو faible نشبهها بعضها كده عشان يبقى النطق سهل faible حكاية رمزية يعني حكاية رمزية يعني حكاية بترمز لمعنى معين استفيد بي faible 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 حكاية رمزية faible land 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 أما famous يعني مشهور ودي خدناها قبل كده كتير طبعا لو عايزة أقول مشهور بي حقول famous for مشهور بي for بالزيت أي حرف جر تاني لأ famous for famous for بالمناسبة نحفظوهم مع بعض famous for famous for famous for rest rest استراحة rest rest country country دولة country country وطبعا حبايبي country آخرها y قبلها ساكن إذن لما بجمعها بحذف ال y وأضيف i e s تبقى countries country countries طب country دولة لو حطيت قبلها the تبقى the country يعني الريف the country الريف country دولة countries دول area منطقة area area منطقة area shade ظل shade shade breeze أما breeze فهو النسيم يعني الهواء الخفيف اللطيف اسمه breeze 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 نسيم use less use less يعني عديم الفائدة طبعا حبيبي الابزت بتاعها use full use full مفيد use less غير مفيد عديم الفائدة use less use full use less use full use less use full فألاحز هنا ان انا شلت لس وحطيت full f u l اما في comfortable لو انا عايزة اجيب الابزت بتاعها اللي هو غير مريح هتبقى uncomfortable هحطت لها في الاول الحرفين un comfortable مريح uncomfortable غير مريح comfortable comfortable uncomfortable comfortable uncomfortable uncomfortable أما tired يعني متعب يعني مرهق tired 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 booth booth هم اللي اتنين كلاهما booth booth اما value يعني قيمة او مكانة value 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 wide wide عريض wide wide nuts 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 مكسروت nuts nuts travelers 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 يعني مسافرين جاية من travel verb بفعل معناها يسافر أزود لها ir أجيب اسم الفعل يعني الشخص اللي بيسافر اسمه مسافر traveler والجامع بتاعها travelers ونفس الشيء هنا مع trader trade لغاية ال i كده يعني you tiger the verb زودت لها or بس عشان هي أخيرها أصلا e بقى trader tiger field يعني حقل field 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 idea idea فكرة idea لما أقول لحد دي فكرة كويسة أقوله that's a great idea or that's a good idea فكرة جيدة idea أما hungry يعني جعان hungry 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 ungrateful ناكر للجميل طب الإنسان الشاكر للجميل يبقى ايه؟ يبقى grateful ungrateful 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 برضو هنا زود t-u-n probably محتمل دي بقولها لما بكون مش متأكد إن الفعل ده حيحصل فأقول probably probably وممكن أقولها probably 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 أو probably dry gaff طبعاك dry ايه wet dry gaff wet مبتل dry wet dry wet dry wet meeting point ملتقى أو نقطة التقاء meeting point meeting point meeting point meeting point أما هنا فعندي بعض التصريفات لبعض الأفعال في present وفي الباست هنا regular verbis الأفعال المنتظمة اللي هي بزود لها ed عشان أجيب الماضي من المضارع present rest أما الباست بتاعه الماضي بتاعه rested أضفت ed rest rested rest يستريح rested استراحة rest rested rest rested enjoy 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 enjoyed enjoy enjoyed في العادة لما بيكون الفعل آخر y بحذف ال y وأضيف i ed إذا كان قبله ساكن لكن هنا قبله فعول متحرك أضفت ال ed وخلاص ما حزفتش ال y ولا حاجة enjoy يستمتع enjoyed استمتع enjoy enjoyed enjoy enjoyed save saved save saved save saved thank 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 يشكر thank شكرا إحنا لحظة طبعا نسيف إحنا زودنا d بس عشان هي أخيرها e وthank أخيرها sound k فالi دي نطقتها زي t thank 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 أما هنا irregular verbis الأفعال غير المنتظمة اللي هي بحفظها مالهاش حل تاني give gave give يعطي give أعطى give 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 fulfill 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 wake walk wake walk wake walk keep kept keep kept keep kept move across يعني يتحرك أو ينتقل عبر move move across move across هنا القو بقولها آه move across move across move across آه لما حد بينام بسرعة إحنا بنقوله إيه؟ ده وقع في النوم صح؟ التعبير ده بالإنجليش بنقول فول أسليب يعني استغرق في النوم سريعا هو فول برضو يعني يقع فهو نام بسرعة 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 بنقول فول أسليب fall fall asleep fall asleep fall asleep fall asleep fall asleep look up ينظر لأعلى look up طب look around ينظر حوله look up ينظر لأعلى look around ينظر حوله feel sorry يشعر بالحزن أو بالأسف feel sorry feel sorry feel sorry a meeting point طبعا هعرفين حبابي point يعني نقطة a meeting point يعني نقطة تقابل أو التقاء for لي أقول مثلا it's a meeting point for people يعني هي نقطة التقاء للناس بيتقبلوا عندها a meeting point for a meeting point for a meeting point for a meeting point for wake up يستيقظ wake up wake up keep us cool keep us cool يعني يبقينا باردين باردين بمعنى ان احنا يعني منتعشين يعني حاجة كده لطيفة مش سأعنين keep us cool keep us cool keep us cool us هنا احنا مفعول به احنا عارفين حبابي احنا لو فعل اسمينا we احنا اللي بنقوم بالفعل اسمينا we احنا بيحصل فينا الفعل احنا مفعول به اسمينا us keep us يعني يبقينا احنا cool neither of neither يعني اي منهم neither of neither of neither of يعني ولا واحد فيهم neither d تدي معنى النفي ان هو ولا واحد عمل الشيء ده neither of neither of neither of neither of هنا حبابي بعض الدفنيشن التعريف التعريفات طبعا احنا بنفهمها مش بنحفظها a breeze يعني a breeze is a little wind هو رياح خفيفة a breeze is a little wind useless يعني عدم الفائدة when something is useless لما حاجة تبقى عدم الفائدة عدمت الفائدة يعني ايه يعني we can't use it لا نستطيع استخدامها we can't use it اما ungrateful اللي هو ناكر للجميل when someone is ungrateful لما حد يبقى ungrateful يعني ايه they don't thank others لا يشكرون الاخرين for doing something good انهم عملوا لهم حاجة كويسة يعني حد عمل فيها في حد معروف والتاني لم يشكره يبقى هو كده ايه ungrateful لم يمتن الفعل ويبقى هو كده ungrateful ناكر للجميل اما comfortable يعني مريح when something is comfortable لما حاجة تبقى مريحة برضو يعني it's nice to sit on يبقى لطيف انك تقعد عليها or wear او ترتديها طبعا ممكن اوصف بيها share ان هو comfortable كرسي او مثلا close ملابس تكون comfortable يبقى انه هو لطيف ان انا wear them ارتديهم meeting point يعني نقطة الالتقاء is somewhere where people meet هو المكان اللي بيتقابل فيه الناس وwear هنا جاية بمعنى حيث مش جاية كأداة استفهم تسأل بمعنى اين لا هو المكان حيث يلتقي الناس وهي هنا مش أداة استفهم لاني مش جاي بعدها فاعل مساعد جاي فاعل على طول اللي هو people المين بوينت النقاط الرئيسية اللي بيتكلم عنها listen او story بتاعتنا النهاردة اني بيقول لي اول حاجة the tree was the only tree in a field يعني الشجرة كانت الشجرة الوحيدة في الحق the travelers rested under the tree المسافرين ارتاحوا تحت الشجرة where there is some shade حيث يوجد بعض الظل يعني كل حد بيسافر وبيعدي على الشجرة دي بيرتاح في السكة شوية تحت الشجرة ويستمتع بالشيد بالظل بتاع الشجرة دي travelers المسافرين enjoyed the shade and the cool breeze بيستمتعوا بالظل وبالنسيم البارد in the end في النهاية the travelers were sad the travelers كانوا زعلانين about being unkind ان هما كانوا مش طيبين to the tree مع الشجرة هما كانوا مش طيبين ازاي مع الشجرة يلا بينا نشوف once there was a very big old tree in a hot dry land once يعني زيت مرة ودي بنبدأ بيها دايما الحكايات اما احكي story قصة ببدأ بonce زيت مرة وكل الافعال اللي بستخدمها بتكون في الماضي لان بحكي على حكاية حصلت في الماضي كله past there there was كان يوجد طبعا هنا في past في الماضي a very big old tree شجرة قديمة كبيرة in a hot dry land في ارض جافة وحارة hot يعني حارة و dry يعني جافة it had lived for many years it had lived for many years الشجرة دي عاشت كثير من السنوات its trunk was very wide and it had many green branches يعني الجزع بتاعها كان كبير جدا واسع وكان فيها كثير من الفروع الخضراء many green branches يعني فروع خضراء it was famous because it was the only tree where it lived it was famous يعني هي كانت مشهورة وحيقول لي بعد كده السبب قال لي because لأن it was the only tree هي كانت الشجرة الوحيدة where it lived في المكان اللي كانت بتعيش فيه الشجرة أو موجودة فيه الشجرة and it gave shelter and rest to hundreds of travelers هي كانت تعطي مأوى واستراحة shelter مأوى رست استراحة لمئات hundreds of travelers مئات المسافرين as they moved across the country بينما هم بينتقلوا في الريف يبقوا هم بينتقلوا في الريف كانوا بيستريحوا عند الشجرة الكبيرة دي it was near four towns and many villages هي كانت ايد هنا مقصود بيها الشجرة was كانت في الماضي near قرب من four towns اربع مدن صغيرة احنا عارفين town يعني مدينة صغيرة وcity طبعا مدينة كبيرة فهي كانت قريبة من four towns and many villages وكثير من القرى villages جمع village village يعني قرية town مدينة صغيرة city مدينة كبيرة وطبعا country دولة ف many villages كانت قريبة منهم in its area في المنطقة بتاعتها and was a meeting point for traders كانت نقطة طلاقي للتجار التجار a meeting point for traders نقطة بيتقابل او مكان يعني المقصود بيتقابل في التجار one day two travelers who were new to the area were walking across the field and saw the tree في يوم واتنين مسافرين who were new to the area كانوا جودات في المنطقة يعني ما يعرفوش المنطقة were walking across the field كانوا ماشيين في الحقل and saw the tree ورقوا الشجرة طبعا حبيبي بنأكد تاني ان كل الافعال هنا في الباست في المودي عشان احنا بنحكي قصة حصلت في المودي it was a very hot dry day كان يوم حر جدا وقاف and one of them said وواحد منهم قال واحد من المسافرين said قال let's stop under that tree where there is some shade that's a very good idea let's stop under that tree يعني هيا بنا نتوقف تحت هذه الشجرة where there is some shade حيث يوجد بعض الظل وصاحب رض عليه قال that's a very good idea يعني دي فكرة جيدة جدا said his friend they rested under the tree يعني هما استراحوا تحت الشجرة and drank some water وشربوا بعض الماء نلاحظ برضو هنا rested البست بتاع rest drank البست بتاع drink كل ماضي they then enjoyed the shade ثم استمتعوا بالظل and the cool breeze وبالنسيم اللطيف as they were exhausted لأنه هنا جاية زي because علشان هما بتيجي بالمعنى ده كانوا exhausted يعني مرهقين جدا they soon fell asleep يعني هما سريعا استقرقوا في النوم بسرعة soon fell asleep fell الماضي بتاع full يقع فهم وقعوا في النوم معناها يعني ناموا بسرعة جدا وكمان فيه soon يعني سريعا when they woke up لما هم استيقظوا طبعا woke الباست بتاع wake يستيقظ استيقظ one of the travelers felt hungry واحد من المسافرين شعر بالجوع وبردو هنا حبيبي felt الباست بتاع feel feel يشعر felt شعر neither of them had any food neither of them يعني ولا واحد فيهم had any food معاه اي طعام in their bags في الحقائب بتاعتهم so they looked up at the branches of the tree لذلك هما نظروا للاعلى الى فروع الشجرة branches فروع this tree is useless it has no food for us there are no nuts or fruit on its branches but it has shade and it's keeping us cool واحد منهم قال this tree هذه الشجرة is useless عديمة الفائدة there are no nuts ما فيش مكسرات or fruit أو فاكها on its branches في الفروع بتاعتها صديقه رد عليه قال له but ولكن it has shade وطبعا عارفين حبايبي but بتربط جملتين متنقضتين فالصديق الاول قال ان هي useless عديمة الفائدة وما فهاش food فالتاني قال له but it has shade لها ظل and it's keeping us cool وبتحافظ علينا منتعشين يعني جسمينا بارد مش حري مش حاسين بالحر said the other التاني قال كده but the tree heard the first traveler's words and it was angry but ولكن الشجرة heard وده البست بتحير سمعت the first traveler's words كلمات المسافر الاول and it was angry وهي كانت غطبونا ايت هنا عائدة على the tree الشجرة how can you be so ungrateful it said يعني الشجرة قالت لهم كيف يمكنك ان تكون ناكر للجميل جدا يعني ungrateful يعني ناكر للجميل you came to me feeling hot and tired انت اتيت الي تشعر بالحر والتعب i gave you a cool comfortable place to sleep and i probably saved your life انا اعطيتك i gave you a cool comfortable place مكان بارد ومريح comfortable place to sleep لكي تنام and i probably saved your life وربما probably يعني امكان اكون انقصت حياتك saved your life look there is no other cool place to sleep near here ايش جراء قالت لهم انظروا لا يوجد other cool place مكان اخر لطيف to sleep near here انك تناموا في قرب هنا المسافرين نظروا حولهم looked برضو هنا في الباست حبيبي زي بقية الافعال في كل الستوري لاني بحكي زي ما قلتلكو حاجة حصلت قبل كده المسافرين المسافرين نظروا حولهم ورقوا ان الشجرة على ثواب وشعروا بالندم والاسف الشديد طبعا المسافر كان ندمان جدا على اللي هو قاله لانه هو كده ungrateful يعني ناكر للجميل وما حفظت للشجرة الجميل اللي عملته فيه ماينفعش الكلام ده يا ماينفعش انك تبقى ungrateful لازم تبقى grateful شاكر للجميل it's important to give value to small things in our lives من الضروري ان نعطي قيمة للاشياء الصغيرة في حياتنا ولا ايه رأيكم يا اصحابي اكيد الجميع متفق معاك يا بيزي بي كلامك مظبوط وكده حبايبي يبقى خلصنا الاستوري بتاعتنا النهاردة وفاضل لها بس البراجراف والتدريبات see you next session ما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مس ايمان الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار